نبدأ هذا النقاش كنا نتمنى أن نصدفك كوزير التعليم العالي بأننا نتكلم بشكل أكثر عن التعليم العالي عن البحث العلمي عن الجامعة المغربية ولكن هناك واحد القضايا التي فرضت نفسها في النقاش هناك واحد جدل في الرأي العام الآن حالي فهو مرتبط بممارسة بتزازات وتحرور جنسي داخل مجموعة من الجامعات المغربية يعني هذا الملف ما أصبح يعرف الآن ملف الجنس مقابل النقاط البعض منها أصبح الآن أمام تحقيق القضائي لذلك أن اليوم كان حكم القضائي مرتبط بهذا الملف أنا أريد أن أعرف مراوين عن الموقف في الوزارة الوصية من هذا الملف في هذا القضايا أو ما يعرف الآن بالجنس مقابل النقاط أنا أريد أن في البداية أريد أن أكد أن هذه الظاهرة هي الظاهرة عالمية تبدو أن الرأي العام تبع هذه الشهور والسنين المشاكل في أمريكا في النقليز في أوروبا وأنا بتجربة البسيطة السنين التي عشتها في أوروبا المشكلة متروحة على السعيد العالمي المشكلة المشكلة التي لدينا اليوم كانت لدينا حدة كبيرة بالنسبة في المغرب وفي الرأي العام المغربي هو المشكلة وهو الرؤية والنظرة للرجل بالنسبة للمرأة التي تختزل في الجنس هذا مشكلة مجتمعي الذي يجب أن نخدم عليه كاملين الذي يخص في العائلات والتربية والأخلاق تكون جاءة من الوساط للعائلة لأن الوساط للعائلة مهمة ولكن كذلك في التربية والتعليم وتنظر أن الجميع يجب أن تأخذ القصة لها الذي يريد أن نشير له وهو 90.9% من الأساتيين والطاقم الإداري في الجامعات والناس مزيانين والمشكلة ويحترمون ولكن يعني أنها تتعلق أقلية أقلية لا يجب أن نوجه هذا يعني أصب التهام مثلا التهامة كلها الجامعة الجامعة اليوم ننسى بأنها هي اللي وصلت المغرب فين كين اليوم أغلبية ديال الناس اللي عندهم مناصب عليا اليوم جاءوا من الجامعة المغربية أنا بريت حتى نتمرتي من الجامعة المغربية بريت بريت نغتنم هذه الفرصة هذه باش ننوجه واحد شكر للأساتيد الباحثين والإداريين والتقنيين ديال الجامعات المغربية واللي تنتمنى هو خصنا نعملوه جميع كنتوما كصحفة وكذلك الرأي العام المغربي باش نقلوا من هاد من هاد الظاهرة هادي أنا اللي شرت لها وهو ربما سمعتو طوليرانس زيرو يعني عدم تسامح عدم تسامح في هاد المسائل هادي كيف ما شفتو فين ما كان شي حاجة المفتيشية العامة مشات الجامعات ومشات الكليات وما كانت سامحوش وكاننا شي مسائل لمشات القضاء كنخليه القضاء يدير خدمته اليوم الوزارة درنا واحد اللجنة اللي خدمة فيها حقوقيين فيها طالبات اللي عاشوا مراحل بحال هذه المشاكل هادي فيها طلاب شباب اللي بغيناهم يعطيونا عشناهما النوقات اللي خصنا نخدمو عليهم باش نقلوا من هاد من هاد ظاهرة هندوز معك الإجراءات فيما بعد السيارة في ميراوي ولكن انا واحد السؤال اسمحتي بلشقر وعطيك كلمة هي بأنه علشت الصمت هذا ربما لماذا هذه الملفات هذه انفاجرت في الوقت الحالي يعني تقريبا مدة أشهر انفاجرت هذه الملفات ولكن بأنه ربما ما عشوش متطف معي فهذا الرأي ولا بأنها ربما هذه موارسات كانت موجودة في الجامعة المغربية علشت الصمت كان في الجامعة أنا ما متفقش من اللي تقوله بأنه كانت زي ما ماشي ماشي شمولية كانوا في المجتمع كامل اللي راكم كتسمعوا اليوم كل مرة وكنتسمعوا في شي جهة غير المشكل اللي كان وهو ما كانت تقبلوهاش في الجامعة لأن الجامعة واحد الحرام اللي ما كانت قبلوش في محلتش لأنه هنا في مكين الأخلاق تنظن بأن القضية ديال استطعت مفاجرات وتنظن بأن نقصات شي شوية بك الصمت ولكن هذا صحي لأن لأن فيما كان شي مشكل كبير فيما كانوا شي إكرهات كبيرة هادرة مهمة ربما خصموا خرجوا بشي بشي حلول اللي غدي تكون حلول جدرية اللي تنظن بأن هذا النقاش هو صحي أنا تنظن بأن تنظن بأن ما كانت تنفاجر شي حاجة هي هي النقاش كيف ما قلتوا بأن هذا الشي كان وما كان ما كان نسمعو به رأييي العام في أوروبا كانت مشاكيل اللي كانت تخرج عشرين عام ثلاثين عام من بعد لأن كان الناس يخافوهم لا يريدوا السماعات لهم لا يريدوا تنظن بأن ما كان دولة ديالنا ما كانت تقدم ما كانوا هذه المشاكيل سيقدروا يخرجوه اللي تنتمنى هو يكونوا عندنا حلول ويكونوا عندنا واحدة المبادرات اللي إن شاء الله سنقوم بأن في الأسابيع المقبلة سنخرجوا هذه التوصيات اللي ستخرج بها للجنة اللي بغيتنا وهو ونوجه الرأيي العام وبخصوص الصحافة باش نتعاونوا جميع باش نربي أولادنا تنتكلم مع الناس إحنا دبا اليوم الرؤية اللي عندنا للمرأة ما زال عندنا رؤية لقديمة اللي خصنا نخدمو عليها باش أولادنا وبناتنا يكونوا سواسية اليوم المرأة اللي كتسالي الخدمة لها كتسالي مع الخمسة أو الستة الأشياء كتدخل الدار عندها نهار آخر لذلك العقلية ما زال خصنا نخدمو عليها ما زال خصنا نغيروها وخحتنا نتقدمنا رحلتها بخصنا نشوفوه كيف ما نقول ديما الكاس النص عمر ونصها بلادنا تقدمات ولكن ما حدنا انفجرات بحال المشاكيل هذه خصنا نحاولو نعالجوها ونعالجوها صمحوا لي نقولها من جدر وهنا كان واحد توافق بين الأساتيدة الجميعين وبين الرأي العام في حقيقة داخل الجامعة باش ما نخليوش بحال هذه المشاكيل هذه توقع لنا داخل الحرم الجميعي سابس عقول جكر صدر سيد الوزير نتفهم أنه يعني تعينته في سبعة أكتوبر فإذا في بيه يعني تفجرت في وجهكم هذا الميلف كان ممكن يكون هذا اللقاء معكم كان تكلموا على مشاريعكم وتصوراتكم لإصلاح التعليم فإذا بيه أن هذا الموضوع يمكن خلق واحد نوع من ارتباك من فبالك غن تكلموا على المحاول أخرطنا غن تكلموا على المحاول لا لأنه من هذا الموضوع الآن يعني الأسر والطلبة والطالبات كين تدرون من وزارة التعليم العالي شنه هي الإجراءات اللي ستأخذها باش توضع حد لها شنه الإجراءات بعد كنشوفوا بعض الكليات مثلا داروا رقم أخضر للتبليغ ولكن التبليغ الإدارة الإدارة اللي هي أيضاً تأخذها أحياناً بعض المشاكل فواش كينش يحل من ناحية الإدارية للتبليغ بالتنسيق بعد نيابة العامة تبليغ عن هذه المشاكل هذه ويكون فيه حتى الحماية دي المبلغات لأنه كين هذه المشكلة المتروحة هادي هادي من اللي قلت لك مقبلة وكين بزافة للطالبات اللي ربما ما كيبغيوش هاتش دابا اللي سمعتوا اللي كان بوجدها ولا اللي كان فستات وبوجدها بالخصوص يعني الطالبات ما ما توجهوش بشي بشي دعوالة قضائية ولا ولا علانيا بنسبة لكلية والجامعة هاتش يصفناه في في التواصل الاجتماعي والمفتشية العامة ما مشات اللي اكتشفات بالعين بأن كينين مشاكيل القرارات تخدوه اللي تكلمتي على الرقم الأخضر والرقم الأخضر ما شي غير على التحرش الجنسي الرقم الأخضر على على يعني المشاكيل النفسانية اللي كتكون عن طلبها وكذلك على أساتي دي يكونوا ربما ما عندهم مشاكيل اللي كيعيشوها داخل الحرام الجميع تاو مقصوم يتكلموا فيها اللي بغيت نقولوا هو خصنا التحسيس وخصنا نخليوا الشباب يتكلم والشباب يكون تيقف راسوا ما يقبلش حاجة إلا ما كانش معقولة وما كانش مقبولة هذا هو خصنا نربيه وعليه شباب الحكم اللي صدر اليوم كيف تلقيت يعني سنتين حجم التهم اللي كانوا إحدى الطالبات نزلت عن مطالب المدنية كيفاش تلقيت هذا الحكم؟ وأنا ما كان أنا ما ننقش الأحكام القضائية أنا كان قبلها ولكن العمل دينا اليوم اللي اللي خصنا نعمله في الجامعات المغربية وهو نمشي وبعيد هذا شي مخصوش يبقى خاص يعني النقاط ديال 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 الانتقاء خصا كيف تلقيت نعمل إجراءات مثلا عمليا كنون الحواج اللي مثلا نتقر جابا الوزارة ديالكم من أجل كما قلتي منجدر نعالجوا هذه المشكلات منجدر هي الأخلاق هي التربية خاص الشابات والشباب يكونوا يتقوا في راسهم ما يقبلوش حاجة اللي مدخلش في بالنسبة للنطاق ديال ديال الجامعة وديال التدريس ولكن باش نقلو عندنا وسائل اللي احنا عارفينها وكانت سنة اللجنة اللي غدي تخرجها سنة واحد أسبوع لا أسبوعين اللجنة غادي تعطي العمل ديالها وغادي نقشوها مع يعني الطاقة الحية ديال ديال الجامعة باش مكونوا متفقين عليها أنا اللي بغيت وهو نرجعوا الثقة في الجامعة المغربية ليوم الجامعة المغربية فقدات واحد شوية من الثقة ديالها خصنا رجعوا لها الثقة لا بالنسبة للأساتيد الجامعين في الجامعة ديالهم ولا في الطلباء بالنسبة للجامعة ديالهم حتى الرأي العام اللي بغيت نأكد له وهو احنا كنسمعو للأطراف كلها باش من ضلموش أنا كنت لكم بأن سعود وتسعين فاصيلات سعود وتسعين في الميات ديال أساتيد الجامعين وديال الأوتور الإدارية والتقنية المدينة لخدمتهم بتفاني كنسر الوزير كان بعض المتابعين في حال تصراح بعض الأساتيدة اللي انتو متختوا حد قرار صار ضيب يعني صارين بأن وقفتوا الأجراء ديالهم ووقفتوهم عن العمل قبل ما يصدر حكم القضاء مثلا فوجده مثل فوجده فوجده فستات انا ما كان احنا ما كان ديروش احنا ما كان بريوش نتكلمو في صحفة على هذا شيء باسك بغينا مشكيل ديالني يتحل من الداخل يتنظر أن تعطيونا الوقت باش هذا التوليرانس الزيرو تخدم بغينا نتعاون جميع لأن هذا مشكل مجتمعي مشكل كي همنا كلنا اللي خصنا نتعاون نتعاون فيه ونخدمه فيه وانا كنأكد بأن تربية داخل داخل البيوت والتربية في المدرسة والتربية في الزنقة كلها مهمة اللي خصنا نعلموا بلادنا باش يحترموا بعضياتهم وتنظن بأن أنا ما تكون نقول بأن ما خصناش نعقبه ولكن العقاب رمشي والليك يحل المشاكل التربية أحسن من العقاب ولكن طوليرانس زو